وظن ماندو أنهما هبطا به على أرضه لشدة شبهها بأرضه وجعل يمشي في المدينة فإذا الناس يحيونه ويقفون له على الصفين ويرفعون اليدين فإذا لحظهم بمؤخر العين وجدهم يشيرون إليه ويتغامزون عليه مولانا سلطة حاجة غريبة ما زبت بصيلي كده ليه مولانا السلطان مولانا السلطان مولانا السلطان ما بيقولوا المين مولانا السلطان مولانا السلطان مولانا السلطان يا خبر، هو السلطان هنا كمان مولا، هو لمس كده نين؟ هو مين؟ إنت يا مولانا جاي منين؟ هو مين مولاكم؟ مولانا السلطان ماندو يا خبر زي بعضه ده بينهم يعرفوني كل الوزير شهلان يسلموني وأنا للسلطان يقدموني اقسلنا يا مولانا، شوف الناس ازاي فرخانة يا أخواننا فهموني، أنا مش مولاكم أنا، أنا ماندو، ماندو من تنبال استنى مال لا حول الله يا ربي يا عالم، فهموني، ما يصح يشتغل صدقوني، أنا مش من هنا وصع يا جانع انت هو ليك مهود مال ويانا؟ أنا مش من هنا، أنا، أنا، أنا نزلت لكم من السماء السلطان، حصلوا لطفوا، عقله خف طب يا حزبوا عليه لغاية ما نوديه إنت يا مولانا، بالزوج كده تيجي معالا أجي معاكم فيه بس إتيجي معانا ما تفردش الناس علينا أجي معاك الوايه؟ حلاوا عليه كلو شيذو سلاه ب particularly أجي معاكم فيه؟ ايه؟ في ايه يا وزير نعمان؟ ما لك يا نعمان؟ تشجع يا مولادي انت خوفتني؟ ايه اللي حصل يا وزير؟ مولانا السلطان سلطان؟ حصل له حاجة؟ حصل له خبلان يساين، ده لسه خارج للصيد في امان الله؟ الناس لقيوه، وهو راجع تاني المدينة وبسهدوهم قديمة السلطان؟ ولما شافهم خاف منهم وجري منهم فضلوا يجروا وراه ويمشوا معاه ولما قومهم شلوا يا ربي، وهو فين دلوقتي يا وزير نعمان؟ موجود يا مولاتي مولانا السلطان سبحانك يا خالق يا عظيم، الأصر هو هو لااااااااااااااا rankedchts诊كوية هلا لست انت لابس كده ليه وردشان تمام والله تمام ايه هو ده اللي تمام اللي يشوفك يقول وردشان كمان مش عارفني محدش راضي يصدقني حبيبي بعيد عني بعيد عني انت مش زوجتي اللي انت بتقوله ده اللهم لا حول ولا قوات إلا بالله الصبر يا مولاتي بعدين هتعرف انك مش مراتي انت مش عارفني يا مولاي ده أنا خدامك نعمان أرجوك تفهميني أنا مش من أرضكم أنا جاي من كوكب تاني وصدقيني انت مش زوجتي ما تبكيش يا مولاتي أنا قصدي ان أنا مش السلطان ده أنا واحد تاني وبعدين وبعدين العمل دلوقتي يبقى لازم نجيب كاهن كوهان طيب تعال معايا يا مولاي أنا مش مولاتي بس تعال معايا أجي فين بس يا مولاتي أنا عاوز أقابل مندو أمهل انت مين أنا مندو التاني مفيش فايدة دي الحكاية جمدة خلاص شلو يشيروني انتوا ليه مش عاوزين تصدقوني بسرعة ودوها لأوزي لا لا إلا عوضيتها ما روحش عوضيتها أنا مش جوزها بسرعة انتوا مستنيني يالو شلو لا 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 انت بتمن انتا هو استنوا بسرعة استنوا ودوها لأوزي لا لا بلاش عوضيتها بلاش عوضيتها أنا مش جوزها أنا مش جوزك أنا مش جوزك أنا مش جوزك ستعيني يا مولادي أنا مش جوزك يا مولادي أنت مش مولادي أنت مش مولادي مش موكي مش موكي يا أخوان بلاش عوضيتها بلاش عوضيتها أنا مش جوزها أنا مش جوزها محدش راضي يصدقني مفيش فايدة طب ومش صغرب ليه أنا نفسي ما كنتش مسادة معقول معقول وردشان هيا هيا وردشان والأصر الأصر وهو هو كمان سبحانك يا خالق عظيم سبحانك طب وإيه اللي عمل دلوقتي يا مندو اللي يظهر إنهم مش هسدوني إلا لما يجي مندو الله أم أنت أمر غريب أو يا مندو تو من أنت مندو أنا أصلي على مندو السلطان يا سلام يا سلام أما نستنى فينك يا بتشوف اللي أنا شايفه الله طب ده أنا جعان كمان شوفت يا سيدناك كاين اللي جارالي؟ ده حكاية غريبة قوي يا مولاتي أعمل ليه أنا دلوقتي؟ ما أصلهاش حصلت له الحكاية دي؟ أحبدا ما زهرش عليه حاجة أبدا ودلوقتي هو قاعد فين؟ في قطي تصور تصور إنه ما نهني يخش قطي وكل ما أخش عليه زعقلي ويقول لي أنت يقولك إيه؟ يقول لي أنت من زوجتي والشيء اللي متسلط عليه إنه نزل من السماء وإنه من سكان كوكب تاني غير أرضنا وإنه جاي عشان يقابل المالك ماندو ويحكي له حكايته ويشوف إزاي ممكن يحل له مشكلته طيب أقدر أشوفه دلوقتي؟ اتفضل اتفضل يا وزير نعمان أمرك يا مولاتي افتح الباب يا وزير نعمان عشان الكاهن يشوف السلطان أمرك يا مولاتي سيبيني شوية يا أمي غمان ورد مين مين ازيك دلوقتي يا مولايا السلطان سلطان سلطان قلت لكم مئة مرة أنا مش السلطان طيب طيب النهاردة يبقى إيه في أيام ربنا انت فاكرني مجنون أنا أعقل ما يكون طبعا طبعا انت أعقل ما يكون بس أولي اسمك إيه ده فاكرني مجنون ده فاكرني مجنون يعني أنت مش السلطان لا مش السلطان أمال فين السلطان ما عرفش أمال أنت تبقى مين أنا مندو مولايا السلطان مندو سلامة عقلك يا حبيبي لا 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 ما تعمليش كده قدام السلطان طيب اسمع بما أقولك أنت وهيها أنتو مش بتقولوا أن مولاكو السلطان خارج في رحلة صيد أيها كويس لما خارج في رحلة الصيد كان له وحده ولا كانت معاه حشيته وبطانطو لا طبعا يا مولانا كان معاك الحشية والبطانة وهم فين طيب قولي انت كنت فين وجاي منين انت برضو متمتحني انت مش فاهمني مش فاهمني انت بعيدوا عني انت بعيدوا عني دا حالته صعبة قوي يا مولاتي شوهادين هو العامل دلوقتي يا سبن الكاهل أقولك برة لما أنا خروج تعالي اتفضل مش قدام استنى عندك ما هو بالزوء بالعافية هتفهم أنا مين أنا مندو مندو ابن تنبال عاوز أقابل السلطان فين السلطان السلطان فين يا مولايا مولايا السلطان أنا مش مولاك أنا عاوز أقابل مولاك بوايدك بعيدك يا مولايا فين ماندو فطولك أنا عاوز أقابل مار اسمع عما قولك اسمع عما قولك انت ليه مش عاوز تفهمني أنا ماندو ابن تنبال فين مولايا ما ماوذاك السلطان مولايا علىواك السلطان أنا قلت لك أنا ماندو ابن تنبال وعايزة أقابل السلطان يا وزير نمال يا ويدي دومان يا حشو حشو بسرعة حيبوته بسرعة اتحرك منك له افل الباب افل الباب وأغلقوا الباب ووقفوا عليه الحرس والحجاب وأقبلت وربشان على كاهن الكهان تسأله عن حالة السلطان وعند اشتركوا في القناة